دكتور عبدالإلهي حسنين كاتب العام للحركات الطفولة الشابية نحن اليوم نتوجد في المصفى الجامعي محمد السادس بنوراكوش وبصفى خاصة في المصلحة للطب الأطفال البيدياتري اللي نستقنا مع المسؤولين ديلا والمسؤول الأول بصفى خاصة بش نقوم بواحد العملية تضامنية مع الأطفال ضحايا عائلات زيزيل واللي هي تحت شعار من أطفال حركة الطفولة الشابية إلى الأطفال ضحايا الفاجعة بطبيعة الحال نحن هذه العملية على الصعيد الوطني بحيث أنه جميع الجهات وأغلب الفروع بدأت في جمع التبرعات وسامت كذلك في الحملة للتبرع بالدم وانطلقت قوافل إلى المناطق المتضررة ولكن لاحظنا على أنه كان واحد تقل كبير على هذه المناطق إلا من ناحية التردية ولا من ناحية الأشياء اللي مشات في البداية وكان إغفال هذا الجانب الإنساني الجانب المرتبط بالأطفال فالألاق نحن لهذه العملية وركزنا بصفة خاصة على الجانب التنشيطي والتغفيهي والجانب الدهني والنفسي ديلا الأطفال بمعنى أنه الأطور دينا لسيما المخصصين في التنشيط حاولوا أنهم يرفعوا على الأطفال ويعطيهم بعض الألعاب الفردية وبعض الألعاب العائلية الجماعية وبعض الألبسة الخاصة بالأطفال ركزنا بطبيعة الحال على التمييز وعلى الجودة وعلى أنه هاد المسألة ما تكونش نمطية بحل باقي العمليات اللي اسمعنا عليها وحتى العائلات والأفراد اللي ساهموا في هاد التفرعات اختاروا الجودة بحيث أن هاد الأطفال هما أطفالنا قبل كل شيء وعلى الشعار كان من أطفال حركة الطفل الشعبية إلى أطفال لحياة الفاجعة باش نبينوا على أنه نفس اللباس اللي غادي يلبسوا أطفال نخص يلبسوا هاد الأطفال لحياة الفاجعة وحنا عزبنا الحال بتواجد داخل المشفى وبتعاون ديلا مختلف الأطور الطبية والصحية ومساعدة الاجتماعيات داخل المشفى وخدينا الوقت دينا الكافي بحيث اعتبرنا أن المشفى تعطالينا كله بالطوابق الأربعة دياله بالأجنحة كلها ولسيما الأجنحة اللي تيقضوا فيها الأطفال وطلعنا على الحالات كانين أطفال اللي تصابوا بالززال وكانين أطفال اللي هما أصلا أمراض القصور الكلاوي وحد العدد الكبير ديال الأمراض وأنا أعتقد بأن هذه العملية ما ستنتهي اليوم بل ستبقى مستمرة بطبع الحال لدينا نازلت مستمرة ونركزه مستقبلا من هنا شهر من هنا شهرين لأن هذه الناس لم يحتاج لنا في أسبوع أو في أشغر يام سيبقى ومحتاج لنا طيلة وجودهم في المآوي وفي دور الأيتام وخارج البيت ديالهم الأصلية لذلك نحن دائما مستعدين باش نديروا قوافل تنشطية قوافل طرفيهية وقوافل طبية للوقوف ولمرافقة هاد الأطفال والعائلة ديالهم من ناحية الدينية والنفسية وتنتمنوا على أن هاد العملية يكون عندها واحد صدى طيب وبعد المناسبة تنشكروا جميع العائلات اللي تبرعوا جميع الأفراد وجميع المؤسسات وتنتمنوا نعودوها وتكون في أحد من هدي وشكرا لكم